بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر العلمي والصناعي بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا وإحنا في الدروس السابقة أتمينا مناقشة المادة المطلوبة معنا من موضوع النماذج في بيئة المايكروسوفت أكسز في هذا الدرس رح ننتقل لموضوع التقارير في بيئة أو برنامج المايكروسوفت أكسز مع العلم أنه كيفية إنشاء التقارير مشابهة لكيفية إنشاء النماذج بنسبة أكثر من 95% فبالتالي إذا أنت كنت متكن للنماذج بشكل تلقائي بتكون ملم بأكثر من 95% من طرق إنشاء التقارير في بيئة الأكسز مع وجود اختلافات بسيطة خلينا نفتح كتاب المكرر على الصفحة 44 ونشوف هنا إيش حاكينا عن التقارير حاكينا تكمل أهمية التقارير معناها لو أجاك سؤال أذكر أهمية التقارير في برنامج أو في بيئة الأكسز أول إشي هي طريقة لعرض البيانات أو أجزاء منها في قاعدة البيانات يعني ممكن التقارير بعرض لبيانات قاعدة البيانات أو بعرض لأجزاء من هاي البيانات اللي موجودة في داخل قاعدة البيانات يعني أنا ما بدي يعرض لكل أسماء الطلاب بدي يعرض لفقط أسماء الطلاب اللي من منطقة كده اللي معدلهم أكثر من 95% فبالتالي جزء من قاعدة البيانات النقطة الثانية تنسيق البيانات وتلخيصها وفرزها طبعا تنسيق البيانات أكيد التقارير بما إنه من مخرجات قاعدة البيانات فبالتالي هذا التقارير بدي ينطبع بهيئة مرتبة زي مثلا الشهادة المدرسية بدا تنطبع بهيئة معينة فبالتالي بدي يكون لها تنسيق تنسيق للبيانات بده يكون لها أو كونها تلخيص لبيانات معينة في قاعدة البيانات وهنا قصده في تلخيصة أو عمليا أنا بفهم بكلمة تلخيصة اللي هو موضوع المعايير يعني أنا ما بدي أظهر كل البيانات بدي أظهر بيانات محددة ضمن معايير محددة والفرز اللي هي تصاعد وتنازل وفي طريقه ثاني للفرز منحكي عنها إن شاء الله في هذا الدرس النقطة لبعدها معاينة محتوى البيانات على الشاشة قبل طباعتها مع العلم يا جماعة إنه في التقرير ممكن نظهر البيانات على الشاشة وممكن نطبعها وإذا أجاك سؤال إيش الفرق بين التقرير والنموذج بتحكيله في النموذج يمكن عرض البيانات على الشاشة ولا يمكن طباعتها أما في التقرير يمكن عرضها ويمكن طباعتها طب ليش في النموذج لا يمكن طباعتها لأنه في التقرير بيجيب لك البيانات بصفحة كاملة اما في النموذج مثل هذا المثال على نموذج بيجيب لك البيانات او بيانات محددة ضمن خلايا محددة يعني انا طالب جميع بيانات هذا الجدول بس حاليا مظهر لي سجل واحد من سجلات هذا الجدول ما اظهر لي جميع السجلات اللي متاحة الي في هذا النموذج فبالتالي عملت الطباعة ما رح تكون مفيدة يعني انا بطبع كل مرة سجل واحد بس في التقرير لا انا بطبع جميع السجلات اللي انا طلبتها ضمن معاييري حيث يمكن اعادة تصميم التقرير اضافة ازرار بالاضافة الى ادراج شعار وسورة خلفية وتاريخ ووقت وغيرها من العمليات وهذا الامور اصلا مشتركة مع النماذج هون اخر اشي موجود عندي نقطة تعدد تقرير من مخرجات قاعدة البيانات طبعا هذا ممكن تجيك في الضع دائرة اللي هي من مخرجات قاعدة البيانات ويجيب لك عدة خيارات تقرير نموذج جداول استعلامات اكيد التقرير هي من مخرجات نهائية لقاعدة البيانات فبالتالي بيستفيدوا منها اصحاب المؤسسات انه بياخدوا ملخص معين مطبوء بيستطيعوا من خلال هذا الملخص اتخاذ قرارات معينة بتهم النظام او بتهم المؤسسة موجود عنا هنا خطوات انشاء التقرير طبعا هذه الخطوات فيها شوية تفاصيل وتفاصيل مهمة رح نوقف عليها غير انه حفظ الخطوات مهم جدا بالذات التقرير وخطوات انشاء تقرير وخطوات انشاء نموذج ركزولي على حفظ الخطوات ممكن تحفظ الخطوات انت من الكتاب وممكن تحفظ الخطوات مثل ما انت بتطبقها في برنامج الاكسز انا ما رح اجي اكتب لك غلط على ايش صح في النهاية هذا مش قرآن فبالتالي القرآن والحديث الشريف فقط يحفظه نصا وحرفا بينما باقي الامور او باقي العلم يؤخذ منه ويرد موجود عنا مثلا من الامور المهمة في هذه النقاط عنا تعريف مستوى التجميع واضن هذا التعريف اجا في سنوات سابقة اول اشي بدي عرف انه مستوى التجميع هو امر اختياري لما انا بدي انشئ التقرير طب ايش هو مستوى التجميع اللي هو الـ Grouping Level هي عرض البيانات في مجموعات بناء على حقل او عدة حقول كيف يعني عرض البيانات في مجموعات يعني مثلا لو كان عندي موظفين وهذولا الموظفين كل موظفي بينتمي لمدينة معينة فباجي بعمل مستوى التجميع حسب المنطقة وبيبدي التقرير يظهر للاسم والمنطقة فبالتالي بيجيب لي موظفين نابلس مع بعض موظفين طول كلم مع بعض موظفين رام الله مع بعض يعني بيجمع كل مجموعة من الموظفين ضمن معيار محدد المعيار هنا اللي هو المنطقة وهكذا طبعا يعني ايش ما بدك تستطيع تغير في المعيار مع العلم انه ممكن يكون اكثر من معيار وبرجيكم يا ان شاء الله في العملية موجود عندنا ممكن انه نعمل لبيانات فرز من خلال التقرير مثل ما انه ممكن نعمل لبيانات فرز من خلال الاستعلام يعني ممكن تسوي استعلام وبعدين تسوي تقرير اه ممكن ممكن تفرز البيانات من خلال التقرير برضو اه ممكن عادي هون يعطينا ملاحظة يعني هاي ملاحظة محروكة واحنا حافظينها قصة من اول يوم اللي هو يمكن التعديل على تصميم التقرير مثل ما كنا نعدل على تصميم النموذج مثل الاستعلام مثل الجدول من خلال طريقة عرض التصميم اللي موجودة في جميع مكونات بيئة الاكسز خلينا انشغل برنامج المايكروسوفت اكسز ونيجي عند تبويب انشاء ومن تبويب انشاء موجود عندي هذي الاربع اوامر انشاء تقرير تصميم تقرير وتقرير فارغ ومعالج التقرير قبل ما اني ادخل في تفاصيلهم بدنا نذكر انه هذه الايكونات مطلوب منك تحفظها لانه بيجيب لك في الامتحان ايش بتعني هذه الايكونات سواء كان في املأ الفراغ او في الضع دائر هاي اول نقطة النقطة الثانية لحظوا معاي موجود عندي هنا انشاء نموذج تصميم نموذج نموذج فارغ معالج النماذج يعني بالتالي موجود عندي نفس المسميات سواء في التقرير والنماذج وهذه المسميات الموجودة في التقرير بتسوي نفس الاشي اللي كنا نسويه في النماذج يعني مثلا لما بدي انا انشئ نموذج لوحده بدون تفاصيل بدون ما اتدخل في ايش بدي حقول بتفاصيل اخرى كنت ااجي احدد الحقل بعدين ااجي عند انشاء نموذج ها انشاء لنموذج دون تدخل المبرمج او المصمم نفس الاشي اذا انا بدي اسوي تقرير دون تدخل المبرمج او المصمم بالتفاصيل بتاتا فقط المبرمج او المصمم هو بختار اسم الجدول نفس الاشي من عند انشاء تقرير ما فرقتش ابدا اللهم انه هذا نموذج وهذا تقرير تمام اذا انا كيف بدي انشئ تقرير اذا جاب لك في الامتحان انشئ تقرير لجدول كذا خلاص من عند انشاء تقرير ما فصل لك طيب معالج النماذج ايش كنا نحكي عنها معالج النماذج لما يجي يحكي لك انشئ نموذج لاكثر من جدول او يجي يحكي لك انشئ نموذج لجدول واظهر فيه حقول محددة نفس الاشي معالج التقرير لما يجي يحكي لك من جدول كذا انشئ تقرير يظهر حقول محددة مش جميع الحقول جميع الحقول من عند انشاء تقرير بس اذا حكالي حقول محددة من عند معالج التقرير معناته لو اجه حكالي من جدول الامبليه انشئ تقرير يظهر اسم العامل وسعر الساعة نيجي عند معالج التقرير وعند جدول الامبليه من هون من اختار اسم الجدول مثل ما كنا نعمل في النماذج طبعا ممكن يكون جدول ممكن يكون استعلام ومن يجي على جدول الامبليه هاي اخترناه بدي انا اظهر اسم العامل بحدده وسعر الساعة او اجرة الساعة لهذا العامل او الموظف بحدده وبعدين التالي التالي انهاء مع العلم انه فيه شوية تفاصيل على هذه الامور هاي انهاء انشأ لتقرير بيظهر فقط اسم العامل وسعر الساعة لهذا العامل ولاحظوا معاي هنا في التقرير ضاف صيغة زيادي يعني كان في النموذج ملاحظين هنا في الزر اليمين طريقة عرض النموذج اللي هو كيف بيظهر النموذج للمستخدم طريقة عرض التخطيط وطريقة عرض التصميم فالتقرير موجود عندي طريقة عرض التقرير وطريقة عرض التخطيط وطريقة عرض التصميم ومعاينة قبل الطباعة يعني هايدي معاينة قبل الطباعة اذا انت حاس انه مزعوج منها بتيجي هون عن طريقة عرض التقرير او طريقة عرض التصميم بيبيني الموضوع عادي وطبيعي طيب خلينا نيجي اذا بدنا نعدل على تصميم تقرير اكيد في الزر اليمين وطريقة عرض التصميم بتظهر واجهة تقريبا شبيهة في الواجهة اللي كانت تظهر لما نيجي بالزر اليمين ونختار طريقة عرض التصميم في النموذج اللهم إنه لما كنا نيجي نسأل أذكر أقسام النموذج كنا نقول رأس النموذج وتفصيل وتديل النموذج بينما في التقرير لقى في أمور زيادة اللي هي رأس التقرير رأس الصفحة تفصيل تديل صفحة تديل تقرير كمان مرة السؤال اذكر اسماء التقرير اقسام التقرير اللي هي في رأس تقرير رأس صفحة تديل صفحة تديل تقرير وفي موجود عندي تفصيل طب ليش هنا ضايف رأس الصفحة وتديل الصفحة لانه يا جماعة تقرير تقرير البيانات معينة ممكن يكون اكثر من صفحة لانه هذه البيانات جميعها بدي يظهر ليها او يعني بيانات ممكن يكون فيها عدد كبير من السجلات او السطور مش مثل النموذج اللي موجود عندي صفحة ما بتتغير ابدا هذه الصفحة بتاتا ما بتتغير اللهم انه القيم الموجود في هذه الخلايا اللي هي عبارة عن سجل واحد هي اللي بتتغير لا في التقرير لاحظوا معاي في التقرير موجود عندي جميع البيانات اللي انا طلبتها موجودة تحت بعضها في صفحة وهذه الصفحة ممكن انها تنطبع فبالتالي في عندي هون اعدادات للصفحة تبعة الطباعة عشان هيك موجود عندي رأس الصفحة وتديل الصفحة ولاحظوا معاي انه في تديل الصفحة ضيف لي هون رقم الصفحة هناك ما كان في رقم الصفحة لانه ما فيش صفحات عشان هيك ما كان موجود رقم الصفحة بينما مثلا هون في رأس التقرير نفس رأس النموذج موجود عندي هون اللي هي الشعار وموجود عندي هون العنوان موجود هون ممكن اضيف التاريخ ممكن ما اضيفه ممكن اضيف الوقت ممكن ما اضيفه ولحظوا معاي هون في ادوات تصميم التقرير وفي عندي هون ادوات تصميم النموذج خلينا طريقة عرض التصميم في أدوات تصميم النموذج موجود عندي تصميم ترتيب تنسيق تصميم وترتيب وتنسيق متشابهات في تقريبا يعني في التبويبات اللي موجودة في التقرير تصميم وترتيب وتنسيق بس هنا موجود عندي الزيادة اللي هي إعداد صفحة بحكم أنه أنا بدي أطبع التقرير ففي إعدادات للصفحة تبعة الطباعة تمام الآن في تبويب تنسيق مش مختلف ولا إشي عن تبويب تنسيق اللي موجود في النموذج في تبويب ترتيب لاحظوا معي تبويب ترتيب ولو أنه تبويب ترتيب مش مطلوب معانا إحنا في الامتحان هاي تبويب ترتيب بينما في تبويب تصميم في اختلاف بسيط الآن في تبويب تصميم النموذج موجود عندي أزرار أو إضافة أزرار نفس الإشياء في التقرير موجودة عندي إضافة زر وأنا بحكي على الأمور المطلوبة معنا موجود عندي هون إضافة تسمي نفس الإشياء موجودة فيه النموذج إضافة تسمي موجود عندي هون مثلا إدراج صورة يعني لو جينا مثلا هنا بدنا ندرج صورة معينة صورة ما كلت خلفية بعد عند استعراض وهون بختار أي صورة وبختار المكان اللي بدي أدرج فيها الصورة هاي أدرج لصورة معينة موجود عندي هون إش زيادة إدراج أرقام الصفحات ولو حكيلي في التقرير إدراج أرقام الصفحات في أي تبويب في تبويب تصميم تمام موجود عندي شعار نفس الموجود في النموذج وعنوان وتاريخ وقت نفس الإشي اللي هنا موجودات في تبويب تصميم الآن ضفت صورة من تبويب تصميم بدي أضيف خلفية للتقرير نفس الإشي من تبويب تنسيك وهن صورة خلفية ومنختار أي صورة بدنا إياها وبنضيف صورة خلفي لجميع التقرير قبل أن اخترت أوضفت صورة معينة في مكان معين في التقرير مثلا من تبويب تصميم لو بدي أضيف أنا أرقام الصفحات طبعا باجي هون عند إضافة أرقام صفحات بيجي هون بيحكي لي بديك رقم الصفحة ولا نون من ميم إيش قصده هون رقم الصفحة بيحكي لك أنت سرت في الصفحة 50 بس هذا النموذج أو هاي الطريقة بيجي بيحكي لك أنت سرت بالصفحة 50 من 60 صفحة يعني ضيل لك كمان 10 أو التقرير جميعه 60 صفحة هون بتحدد بدك في منطقة اللي اسمها أعلى الصفحة أو رأس الصفحة إذن في هذا المكان بدك يظهر أرقام الصفحات ولا في هذا المكان اللي هي أسفل الصفحة أو تديل الصفحة هون إظهار الرقم في الصفحة الأولى في ناس في الصفحة الأولى ما بيحبوا يظهر الترقيم بحكم أنه رح يكون لها تنسيق محدد مثل الويرد يعني وهون موجود عندي بدك يها في اليمين في اليسار يعني المحاذى يمين يسار وسط وباقي أمور المحاذى خلينا نيجي عند أعلى الصفحة مثلا نضيف ترقيم بحكم أنه الترقيم موجود عنا هنا في تديل الصفحة أنا بدأ أضيف في رأس الصفحة لاحظة معي هي الضفلة الترقيم في رأس الصفحة طبعا أجا في مكان غير مناسب بس أنا بدأ أورجيكم كيف بدنا نضيف ترقيم طبعا أنا لو بدي أضيف لون خلفية لاحظوا معي لو بدي أضيف خلفية لون لتذهب التقرير double click وبنيجي عند ورق خصائص وبنيجي عند الكل وموجود عندي هون لون خلفية بختار اللون طبعا لو بدي أضيف لون مثلا لرأس الصفحة هون عند double click وبختار لون خلفية معين إلها وهكذا باقي تفاصيل التقرير يعني لعند هنا يعني بعض الأمور أنا أضفتها بتخص التقرير الآن لو أجا حكالي أنشئ تقرير بحيث يدخل المستخدم يدخل المستخدم إحنا في النماذج لما كنا نحكي تفاصيل هيك زيادة يدخل المستخدم أو يظهر بيانات طلاب ضمن معيار معين شو كنا نعمل كنا أول إش نسوي استعلام بعدين نرجع على النموذج نفس الإش بالتقرير خليني أورجيكم أكم مثال المثال الأول بدي من جدول الـ Department مثلا أنشئ تقرير لجدول الـ Department أو جدول الأقسام بحيث يدخل المستخدم إحنا حكينا أنشئ تقرير ويدخل المستخدم معناته فيه استعلام بعدين تقرير بحيث يدخل المستخدم رقم الكسم فمعناته أول إش نسوي استعلام لجدول الكسم هاي تصميم استعلام لجدول الـ Department وبنضيف جميع بيانات حكالي جميع بيانات جدول الـ Department الآن إيش المعيار المعيار أنه بدي المستخدم يدخل الرقم طيب هاي موجود عند الـ Department Number طبعا الـ Department Number تلكه انضاف في هذا المكان لأنه أنا اخترت الـ Star والـ Star معناته بظهر لجميع الحقول طب ليش ضفته كمان مرة عشان بدي أضيف عليه معيار فبما أنه ظاهر هون بما أنه ضيف ستار ما بيلزم أظهره كمان مرة عادي لو أظهرته كمان مرة بس ما بيلزم هاي ضفتها بس مشان المعيار إيش المعيار؟ إنه المستخدم يدخل المستخدم يعني هذولا الأكواس المربعة تفقنا أنه مستخدم يعني أكواس مربعة وبعدين في داخل الأكواس المربعة بتضيف أي إشي توضيحي مثلا بدي أدخل الرقم وبعدين هذا الاستعلام نعمل له حفظ خلصنا منه ما بيلزمنا كمان مرة هيحفظنا الاستعلام الآن بدي أنشئ التقرير فقط بحدد الاستعلام ومن عند إنشاء وهذا تقرير طبعا هنا دخلت رقم أو ما دخلت مش مشكلة أنا ما بدي أدخل رقم ظهر لي هذا التقرير بدي أعدل على شكل التقرير منيجي منيعمل طريقة عرض تقرير عفوا طريقة عرض التصميم ممكن مثلا العنوان بدي أغيره نفس ما كنا نغير العنوان في النموذج من عند تنسيق أو الأشي بنغير بنسميه تقرير الأقسام والله أنا بدي مثلا المحاذة توسيط هاي المحاذة توسيط بدي لون الخط أحمر بدي لون الأرضية مثلا رمادي فاتح نفس ما كنا نعمل في النموذج بدي أغير حجم الخط بدي أغير نوع الخط ما بيختلف أبدا من عند تصميم مثلا أنا بدي أضيف شعار معين هاي ضيفنا شعار معين بدي أضيف باقي الأمور أرقام صفحات تاريخ وقت عنوان بدي أضيفه مثل ما بديك بديك توسع في الحقول يعني مثلا هذا الحقل بدي أزيحه على يمين بدي أزيحه على الشمال البيانات بدي أبعدها بتسوي إيش ما بديك ولاحظوا معي مثل ما كنا إحنا نعمل في النموذج لما بدنا نغير مكان إشي معين في النموذج نفس الإشي في التقرير إنه بيكون البيانات معمولها إشي زي make group اللي هو كنا نيجي نحدد جميع التقرير ونيجي في الزر اليمين على تخطيط اللي هو نفس التجميع ونيجي على إزالة تخطيط هيك فكينا التجميع وبعدين بنحرك هذا الحقل مثلا بديه على يمين شوي بيانات هذا الحقل بديه هتيجي تحته مباشرة مثلا هذا العنوان بدي أغيره بما إنه في اللون الرمادي معناته بدي أغيره مثلا القسم اللي في اللون الأسود ما بطب فيه أبدا لأنه في اللون الأسود بيعني من وين أو من أي حقل أنا بحصل على البيانات خلص تقرير هيك جاهز شكله بعمل له حفظ وبدأ أسميه التقرير مثلا هينحفظ هينموجود عندي هون التقرير الآن شو كان السؤال بدي المستخدم بدخل رقم القسم ثم البرنامج بينشئ تقرير لهذا أو لهذه البيانات double click شو جاب لي أدخل الرقم إحنا تقرير مش استعلام بس استعننا في استعلام الله بدي بيانات القسم رقم اثنين بعدي بعمل موافق هاي أظهر لي بيانات القسم رقم اثنين تفاقنا على هذه النقطة طيب لو أجاني سؤال مثلا أنشئ تقرير يظهر خليني يجي على العلاقات عشان أورجيكم يظهر اسم القسم من جدول القسم واسم المهندس من جدول المهندس إذن أنا بدي تقرير مكون من جدولين نفس ما كنا نعمل في النماذج ممكن في طريقة تيجي عند إنشاء ومعالج التقارير وأنا بنهاكم عن هاي الطريقة إنكم تعملوها لأنه الأفضل إنك تسوي استعلام بعدين تقرير يعني ممكن أجي أحكي له جدول الديبارتمنت بدي اسم القسم ومن جدول المهندسين بدي اسم المهندس والتالي التالي إنهاء خلينا أفضل إنه ننشئ استعلام لهذول الجدولين أضمن ننجي عند تصميم استعلام بدي من جدول الديبارتمنت افرض إن أنا بالغلط سكرت هذه بدون ما أضيف جدول الإنجينير عادي هاي عليه من جدول الإنجينير بس بعمله سحب تمام؟ يعني هذه نقطة استفيدوا منها في الاستعلام الآن أنا بدي اسم القسم وبيدي اسم المهندس وكيف كنا نعمل في الاستعلام لما يكون علاقة بين جدولين بدي أنا أظهر للبرنامج إنه في علاقة بين هذول الجدولين ففي أي منطقة فارغة بالزر اليمين إنشاء وننجي عند اسم قاعدة البيانات الجداول ومنحكيله من جدول الديبارتمنت المفتاح الأساسي في جدول الواحد هذا المفتاح الأساسي ومنعمل بعدين يساوي يعني مرتبط مع المفتاح الأجنبي في جدول الإنجينير أو فيه له مفتاح أجنبي مرتبط فيه في جدول الإنجينير اللي هو برضو اسمه نفس الاسم مع العلم إنه ممكن يكون المفتاح الأجنبي اسمه مختلف عن اسم المفتاح الأساسي المرتبط فيه طبعا ونيجي منعمل موافق هذا الاستعلام عنا هنا جاهز نحفظ هذا الاستعلام إيش مكان اسمه بعدين بنيجي هاي استعلام اتنين إنشاء تقرير هاي إنشاء للتقرير وممكن أعدل مثل ما بدي على التقرير طب لو أجي حكالي أنشئ استعلام أو عفوا أنشئ تقرير يظهر أسماء مشاريع جنين فباجي عند إنشاء وتصميم إنشاء وتصميم استعلام بما أني تضيف معيار بما أني تضيف معيار كمان مرة خلينا ننتبه شو طلب مني أنشئ تقرير يظهر أسماء مشاريع جنين معناته في معيار بما أنه في معيار أول شيء بروح استعلام بعدين برجع على تقرير هاي تصميم استعلام لأي جدول لا جدول 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 موجود في المواقع في سايت طب حكال يظهر أسماء ومواقع كلي لا أسماء طب ليش أنا ضفت المواقع ضفتها علشان أنا بدأ أضيف معيار بما أنه ما حكال يظهرها بكي من الصح من هون وبعدين باجي بحكي لهون جنين بعملها انتر وبحفظ التقرير الاستعلام استعلام رقم ثلاثة وبعدين هاي استعلام ثلاثة بعمله انشاء وبعدين تقرير وهي أظهر لأسماء مشاريع جنين أنا فيش عندي إلا مشروع واحد اللي هو عمارة الإخوة طيب منيجي لها موضوع آخر في التقرير اللي هو لو جينا مثلا سوينا هنا واجهة هاي نموذج فارغ ومن عند نموذج فارغ أضفنا الزرار هاي خلينا على طريقة عرض التصميم وضفنا هنا زر معين هذا الزر بيدخل على تقرير معين عارفين فكرة الأزرار في النماذج أنا بساوب نموذج قاعد مش تقرير اللي هي عمليات التقرير بدي هذا الزر لما أضغط عليه يفتح لي مثلا التقرير اللي اسمه employee 1 أو imp 1 باجي على عمليات التقرير بعدين فتح التقرير بعدين التالي إيش التقرير اللي بدي أشغل لما أكبس على هذا الزر اللي هو هذا التقرير بعدين التالي بدي مثلا نص إيش ما بدك عارفين هذه الأمور وهذه إنهاء الآن أنا بدي لما أضغط على هذا الزر يدخل على التقرير طيب هاي دخلت هون كبست هون دخلي على تقرير imp 1 طب أنا بدي زر يضاف إلى تقرير imp 1 ويرجع للنموذج تمام كيف بدي أضيف زر أولي شي باجي على طريقة عرض التصميم ها موجود عندي هون تقرير وبدي أضيف أنا عليه زر في أي مكان موجود في التقرير باجي عند تصميم وباجي عند إضافة زر وبختار المكان اللي بدي أضيف فيه زر ولاحظه إيش رح يصير ما ظهرت النافذ اللي بتظهر دايما لما أنا بدي أضيف أزرار في النماذج طيب ليش ما ظهرت النافذ هاي المشكلة الموجودة في التقرير فبالتالي أنا بدي الأوامر أو هذا الزر أبرمجه بشكل يدوي أول إشي باجي بحدد النص اللي موجود فوق هذا الزر وباجي بحكي له مثلا الرجوع أو أي إشي بالدكيات اكتبوا اكتبوا طيب تمام الرجوع أنا بدي أبرمجه لما أضغط على هذا الزر إيش يعمل لي شوف شو بعمل أول إشي بحدد الزر بعدين باجي على ورق خصائص من تبويب تصميم هاي تبويب تصميم موجود عندي ورق خصائص بعدين باجي عند حدث من عند حدث موجود هون عند النقر بختار هذول الثلاث نقاط اللي موجودة هون لما أختار هذول الثلاث نقاط تظهر عندي هذه الواجهة باجي عند منشئ الماكرو وبكتب موافق الآن موجود عندي هذه الشاشة أو هذه النافذة بختار هذي القائمة المنسدلة وموجود عندي هون جميع الأوامر اللي بتظهر عندي في حال أضفت زر في النماذج الآن أنا بدي أعمل فتح لنموذج فبالتالي فتح نموذج معناها Open Form فبدور هاي موجود عندي هون Open Form لو مثلا بدي أفتح تقرير أو لما أكبس على الزر يدخلي على تقرير هاي موجود عندي Open Report Open Table بس أنا بدي Open Form يعني الدخول إلى نموذج معين الآن لما أجي على Open Form بيجيب لي هون إيش النموذج اللي لما تضغط على الزر بدك يفتح لك إياه بيجي هون بيجيب لي أسماء النماذج اللي أنا بكون منشئها ها موجود عندي طبعا يمكن أنا مش حافظ نموذج معليش برجع كمان شوي مش حافظ ولا النموذج علشان أفتح وخليني أحفظ هذا النموذج نموذج ون وبعمل له حفظ بعدين بيجي هون كمان مرة خليني برضو نراجع الخطوات بحدد هون من عند حدث هذول الثلاث نقاط منشئ الماكرو بعدين ما يجي من عند هون Open Form هاي Open Form وبعدين بيحكي لي اسم النموذج هاي ظهر لي اسم النموذج اللي هو نموذج ون لإني ما كان محفوظ الآن نحفظ الآن اخترت اسم النموذج خلاص جاهزي نحفظ إغلاق لو نيجي هون على طريقة عرض التقرير ولما أضغط على هذا الزر بدي يدخلي على هذا النموذج بضغط على الزر هاي رجع لهذا النموذج وهي فكرة إضافة أزرار في النموذج طيب لو حكالي أنشئ تقرير لأي جدول باستخدام تقرير فارغ منيجي عند إنشاء وهي موجود عندنا تقرير فارغ طبعا تصميم تقرير أو تقرير فارغ نفس الإشي هاي تقرير فارغ وبعدين منيجي في الزر اليمين طريقة عرض التصميم أو بتيجي على تصميم تقرير وبالزر اليمين طريقة عرض التصميم أو بتيجي تلقائ طريقة عرض التصميم لاحظوا معي موجود عندي هنا رأس الصفحة وتفصيل وتذيل الصفحة طبعا كيف بدي أضيف رأس التقرير وتذيل التقرير بس بك بس على هاي تظهر تلقائي أنا مثلا بدي عنوان ظهر عندي رأس التقرير وظهر حكول لهذا التقرير مثل ما كنا نعمل في النموذج من عند إضافة حكول موجودة هاي اضفنا اخترنا إضافة حكول موجودة وموجود عندي هنا أكثر من جدول والله أنا بدي مثلا الموظفين خليها مش الأكسا هاي عندي جدول الموظفين بدي أنا اسم الموظف وراتب الموظف هاي اسم الموظف وهاي اضفت هنا راتب الموظف وبدك تضيف مثلا والله التاريخ والوقت هاي ضفنا التاريخ والوقت بدك تضيف أرقام الصفحات هاي ضفنا أرقام الصفحات إيش ما بدك تنسك بدك تضيف شعار هاي ضفنا أي شعار بدك يا هاي ضفنا شعار بقى التفاصيل والله مثلا بدنا في هذه المنطقة نغير اللون من عندي الكل وهاي غيرنا اللون بدك تضيف مثلا نص توضيحي أو تسمي توضيحي هاي تسمي بدأ أضيف هنا تسمي توضيحية إيش ما كانت التسمي بدك مثلا نتعدل على هذه التسمي التوضيحية من خلال تنسيق بتكبر حجم الخط بتلون الخط بتلون الأرضية إيش ما بدك وخلينا نشوف كيف رح يكون شكل التقرير من خلال طريقة عرض التقرير طبعا ممكن من هنا نختار طريقة عرض التقرير وممكن في الزر اليمين وهنا طريقة عرض التقرير وممكن برضو لو جينا هون عن تبويب تصميم هاي موجود عندي هذا السهم لتحت ومنيجي عن طريقة عرض التقرير ولاحظوا معاي كيف أظهر للتقرير بس بطريقة غريبة شوية إنه قسم ليها لصفحات وكل صفحة موجود فيها سجل بس في الخلاصة في الخلاصة أنا موجود عندي جميع البيانات طب ممكن أنا أتحكم في تصميم التقرير إنه أنا أخلي العنوين موجودة في رأس الصفحة هاي بدأ أجيب هذا العنوان أضيفه في هذا المكان يعني لو جينا عند رأس الصفحة واخترنا عنوين معين طبعا ممكن إنه نجيب الحقل هون ونضيفه هون طبعا مش رح تزبط يعني وجينا عند رأس الصفحة هيك وجينا عند إضافة حقول وجينا على سيلز لاحظوا معاي إنه ما زبطت معاي طب أنا كيف أجيب العنوان يكون هنا والتفاصيل تكون تحت مثل هذا التقرير يعني يعني مثلا هاي ضفت كديش بدي حقول ضفت غيرت موضعهن مثل ما بدي غيرت مكاني تحكمت فيهن مثل ما بدي الآن باجي بحدد مثلا هذول الحقلين أو هذول الحقول كيف ما بدي وباجي في الزر اليمين من عند تخطيط وباجي بحكيله جدولي لاحظوا معاي أجا اسم العامل في هذا المكان تخطيط وبحكيله جدولي طبق هذه الأمور أو هذه التفاصيل على باقي الحقول طب لو جينا هون عند طريقة عرض التقرير وشفنا كيف صارت طريقة عرض التقرير ملاحظين أنه العنوين صارت فوق بينما التفاصيل صارت تحت طب لو أجا حكالي انشئ لنموذج فارغ أو تكرير فارغ هاي انشئنا تكرير فارغ وبعدين ميجي على طريقة عرض التصميم وظهر لي في تكرير فارغ مثلا بيانات اسم القسم من جدول القسم واسم المهندس من جدول المهندس من عند إضافة حقول بعدين باجي على الجدول الواحد اللي هو جدول الديبارتمنت لأنه العلاقة بين القسم والمهندس خلين يجي على العلاقات هاي العلاقات من عند علاقات هاي العلاقات الديبارتمنت قبل الانجينير معناته بضيف حقل الواحد قبل حقل المتعدد باجي عند إضافة حقول وبعدين باجي عند الديبارتمنت بحكيله اسم القسم وبعدين بدور تحت على جدول المهندس اللي هو الانجينير وباجي بحكيله هذا اسم المهندس وباقي التفاصيل انتو عارفينها آخر إشي بدي أحكي فيه اللي هو معالج التقارير والتفاصيل اللي مطلوب معاي في معالج التقارير لو جينا عند معالج التقارير وبدي أنا مثلا أنشئ تقارير من خلال معالج التقارير لجدول الموظفين اللي هو الامبلي هاي جدول الامبلي مش الانجينير الامبلي وبدي أظهر جميع حقول هذا الجدول منيجي من عندهن هذا لسه مني بحد بعض هيك بتضيف لي جميع حقول هذا الجدول ولاحظوا معي موجود عندهن حقول متوفرة وحقول محددة نفس الموجود في النماذج بعدين منيجي عند التالي بتظهر عندي هذه النافذة اللي هي مستوية التجميع اللي حكينا عنها في بداية الدرس اللي موجودة في صفحة 46 تعريف مستوى التجميع وهي عرض البيانات في مجموعات بناء على حقل أو مجموعة حقول مثلا لو بدنا من هذا الجدول انقسم البيانات حسب المشروع اللي بينتميله كل موظف طبعا بتيجي بتحكي لما هو جدول واحد ما تنسى انهن موجود عندي البروجيكت نمبر اللي هو جدول مفتاح اجنبي بس double click هون على رقم المشروع او منيجي من عندهن السهم بضيف لي هون رقم المشروع بعدين منيجي عند التالي موجود عندهن اذا بدك تفرز تصاعده او تنازلي والله مثلا انا بدي افرز تصاعده حسب الرقم بدي افرز تنازلي حسب الرقم ايش ما بدك ممكن تختار اكثر من حقل له الفرز بعدين عند التالي هون تخطيط الصفحة كيف رح يكون بما انه الموضوع بديكون طباعة او بهيئ لصفحة طباعة وبعدين منيجي عند انهاء ولاحظوا معاي طبعا اول ملاحظة قبل لا ندخل لاحظوا معاي هذول المربعات اللي موجودات هنا هذول المربعات معناته انه حجم الخلية اكبر او اقل من حجم القيمة اللي موجودة بتكون موجودة هون معناته منيجي عند طريقة عرض التصميم ومنيجي عند خلية الرقم بنكبرها هاي منيجي من عند هون ومنكبرها ومنكبر معها التفاصيل هاي كبرنا التفاصيل اه اه البيانات اللي تاب على رقم الهاتف هاي كبرنا التفاصيل منرجع هون عن طريقة عرض الطباعة او طريقة عرض النموذج لاحظوا معاي انه التفاصيل ترتبت لاحظوا معاي هون انه رتب كل موظف حسب اول اشي حسب المشروع اللي بينتميله وكل فئة موجودة هون انا مش موجود عندي كثير بيانات امرتبي تصاعديا تمام طب لو جينا خليني اوضح لكم الفكرة بشكل اوضح لو جينا على جدول الامبليي ووضفنا مثلا اللي رقمه عشرة واللي رقمه عشرين بينتمل المشروع اللي رقمه اثنين وستين واللي رقمه ثلاثين واللي رقمه اربعين مثلا هنا اللي رقمه اربعين بينتمل المشروع اللي رقمه سبعة وثلاثين تمام وخلينا هسا نشوف كيف بدي رتبهم تصاعديا وكيف بدي فرزهم كل مجموعة موظفين حسب الكسم خلي عندي مثلا الموظف رقمه خمسين بينتمل الكسم اللي رقمه اثنين وستين هاي 62 علشان نشوف الموظف اللي رقم وخمسين كيف بدي يضف ليه ضمن هذه المجموعة خلينا نحكي هون مثلا عمار وهون مثلا خالد او مثلا خلدون ونيجي نحفظ جدول الامبليي تعديل عليه بعدين منيجي كمان مرة عند انشاء وانشاء معالج التقارير ومعالج التقارير لجدول الامبليي بدي يظهر لجميع الحقول وعند التالي مستويات التجميع انا بدي يرتب للبيانات حسب رقم طبعا هون بشكل افتراض ضايفها حسب رقم المشروع اللي بينتميله هذا الموظف هاي موجود عندي البروجيكت نمبر طبعا كيف ظهرت هون كانت موجودة هون انا بس ضبلي كليك عليها هاي رجعت هون بدي حسب رقم المشروع اللي بينتميله هذا الموظف نيجي نضغط هون بعدين منيجي عندي التالي والله بديها مفروزة تصاعديا كل مجموعة الها فرز تصاعديا حسب رقم الموظف بعدين منيجي عندي التالي التالي انهاء ملاحظوا معاي هون انه طبعا بدك تعدل نفس ما منه قبل يعني خلينيجي على طريقة عرض التصميم وخلينا نعمل توسيع لهذه الخلية وتوسيع للبيانات اللي تاب على هذا العنوان ونيجي كمان مرة على طريقة عرض التقرير ولاحظوا معاي انه الموظفين اللي تابعين للمشروع اللي رقم 37 لحال والموظفين اللي تابعين للمشروع اللي رقم 62 لحال ملاحظين مرتبهم تصاعدي 37-62 مرتبهم برضه هون تصاعدي 30-40-10-20-50 لعنده هون ان شاء الله انه نكون ألمينا في جميع الأمور اللي بتخص التقرير وانا مسامحوني سويتهم في درس واحد لانه كثير من التفاصيل انتم متقنينها في النماذج مش بحاجة ان اركز عليها فعشان هيك يعملي الدرس واحد للتقارير ان شاء الله انه ألمينا بكل التفاصيل اذا فيه تفاصيل انا راحت عن بالي ان شاء الله بنوهلها في درس قادم بس ان شاء الله انه كل اشي بخص التقارير حكينا عنه الله تكون العافية